وفي جانب تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من بعض المعويقات اليومية فقد أكد مدير مرور صلاح الدين العميد تحسين محمد الحمداني أن المفارز المرورية تعمل بانسيابية عالية من أجل فك الاختناقات في عموم الأغضية دون تأثير على حركة المواطنين من المشات والمركبات وحول موضوع اللوحات الحديثة للسيارات بينا الحمداني قرب استئناف العمل لشمول أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الأيام القليلة المقبلة مطالباً المواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية والتعاون مع رجال المرور من خلال تطبيق القانون بهدف خدمة الجميع وتجنب الحوادث لسلامة أبناء المحافظة السعادة للسر بالاختناقات المرورية نحن بمحافظة صلاح الدين بمركز المحافظة الاختناقات بسيطة جداً بس الحمد لله والشكر معالجيها من خلال تواجد رجال المرور اللي هو بالإشارات الضوئية بالمكانات التي تجمع المواطنين القريبة على شرع الاطباء على الشور مستمرين الرجال المرور مفارزنا مستمرة المعالجة الاختناقات المرورية وكل المخالفات وكل الأشكالات المرورية الرجال المرور مستمرين بعمل إن شاء الله العمل باللوحات الحديثة يعني محكراً انتصالنا والاختباطنا بالمرورة العامة إن شاء الله وعدونا خير عن قريب إن شاء الله احتصل لللوحات ووعدونا بعدد يسد الحاجة وفي أضعاف إن شاء الله أنا أكد أخوانا المواطنين الالتزام بالإشارة الضوئية والاحترام والمحبة بين الأخوة المواطنين ورجال المرور لأنه رجال المرور هم خدمة للمواطن لأنه رجل المرور إذا يغيب من الشارع خمس دقائق يمكن ما راح نقدر نمشي وراح تصير عندنا فأنا أحب من الأخوة المواطنين أن يتساعدون ويا رجال المرور اللي هو بالالتزام بالقانون والمحبة وإن شاء الله نتمنى للموافقية للكمواطنين وكرجال المرور